موسيقى 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 تحديات كتيرة جدا في البلد محاربة إرهاب وكان فيه مشاكل كتير جدا وكل كان بيبقى فيه عنده تحدي طب إحنا إيه التحدي بتاعنا اللي إحنا نقدر نخلقه نفسنا كشباب واعي مصقف نقدر نساعد به أو اللي بقى لنا دور مؤثر ففكرنا اللي إحنا نعمل المبادرة طب إيه الجهة اللي إحنا نشتغل عليها في المبادرة كان ممكن يبقى فيه أطفال شوارع كان ممكن يبقى فيه أشكال كتير جدا للمبادرات بس إحنا شفنا والحاجات دي كلها كانت الدنيا بسيطة فإحنا فكرنا اللي إحنا ممكن كانت شخصا فيه قانون جديد طرع أو كان فيه تباني لفكرة عام ذوي القدرات الخاصة أو دعم الرئاسي حتى كان وضح بقوة الدنيا كانت شوية لحد ما هادية أو كان فيه مشاكل كتير فإحنا كنا عايزين نصفي الزهن المجتمع بتاعنا في المشاكل دي كلها ونبدأ نشق طريقنا في حاجة مفيدة فعلا إحنا نبقى مفيدين وبنغنم في البلد بطريقة كويسة وطريقة فعالة طيب بدأنا ننزل الجماعيات بتاعتنا بدأنا نسرش على الموضوع دوة نفهم أكتر إيه متحد العاقة زي نتعامل معاهم كل الكلام ده كان مجهود ذاتي كنا بنسرش على المعلومات ونبدأ ندي سيشن لبعضينا كل يوم كل اجتماع مثلا حد هيجيب معلومة معاناة واشرح حالنا أو نشوف الدنيا فيها إيه مع الوقت بدأنا نجمع نفسنا باقي تعمله خبرة تكاملين بدأنا نعمل خبرة مع الوقت بدأنا نهايكل نفسنا هيكلة قوية جدا للمبادرة بقينا نشتغل على الجزء الميديا بالذات لأن احنا عارفين لأي حاجة بنعملها ما بتكملش غير بالتوسيق بتاعنا بدأنا نشتغل بكوة احنا أقوى لجنة شغالة عندنا هو المسؤول عنها حسام لجنة الميديا اللي احنا إزاي نوسق الحدث بتاعنا أو الشغل بتاعنا بالزبط سواء بالفيديو سواء بالصور كتير يعني كل حاجة بنصب بجهدنا لأكتر على الميديا عشان عايزة النقطة دي ويمكن لو ينفع نواري انت طبعا خرجت من تحت مظلتكو الحملة بتاعت اعرفهم وشجحهم ودي اشتغلتوا على اكتر من بطولة رياضية هنشوف مع بعض فيديوهات اعرفهم وشجحهم يعني ايه اعرفهم وشجحهم بتعملوا ايه مسلا طبعا احنا زي الاول كنا يعني كنا زي باقي الناس ما عرفش حاجة عن الأبطال اللي بتسافر والكلام ده كله ابطل اولمبيات الخاص او ابطل البرلمبياد لحد ما عرفناهم احنا خلاص عرفناهم دورنا بقى ان احنا نعرف الناس التاني بيهم قبل ما تشجعهم انا اكيد عشان نشجع حد لازم ما هعرفوا قبل كده بدانا نعمل الحملة بحيس ان احنا عرفنا اسماهم بتعاون مع الولمبياد الخاص كل لعيب اه تواصلتم مع اللجنة الولمبية اه كل لعيب يلعب يبطير الولمبياد الخاص بقى اعقاد اللي هي الحرقية. الحرقية فقط. اه لكن انتو تشتغلوا على الخاص فقط. لا احنا احنا كمبادرة نشتغل على جميع الاعقاد. اه محاول انت قلتلي في الاول كل. لكن في الالخاص هو مسؤول عن الاقترال الرياضين اعقاد زهنية. زهنية فقط. اه. دي اللي هتشتغلوا عليها فابو زهر. اه دي اللي هم متوفرين فيها ابو زهر. لكن البرلمبية اشتغلتوا عليها عبال كده. نشتغلنا عليها بس بصورة بسيطة. احنا ممكن كنا بناخد الاخبار احنا يعني ما كناش في حد نعرفه نتواصل معه في البطولة دي. فمجرد احنا بنتابع الاخبار من البيجي الرسمية بتاعة البطولة وبنتابع عندنا عالبيجي عندنا. اه وفزعوها على السفرسية. لكن الاليمبياد الخاص احنا الحمد لله يعني فيه اكتر من. ودي اصعب شوية. اصعب اكيد وفي كذا حد احنا في الاليمبياد الخاص مكتب الاليمبياد يعني فيه تعاون يعني في كذا حد نعرفه. هم بيتحولنا الفرصة دي اللي احنا نتعاون معهم او يبعطوننا اسامي الولاد او يسموننا. هم متعاونين جدا معنا وده يعني ظهر كمان البطولة اللي فاتت بتاعة النمسا. اه. اني كان مسلا كان منعين اللي هو مسلا المعسكر بتاعهم ان فيه صحفيين مسلا يخشوا. اه. وسماحونا اللي احنا نخش نصور مع الولاد ونوصق الكلام ده كله على البيجي. هو يعني يدونا صراحيات كتير جدا يعني ناتج عن ثقة بنا وبنا. متبعك الصور دي دلوقتي. اه في الصور. يا ريت اللي يفض في الشارع باسامي اللعيبة او بصورهم. اه انتو ازلتوا الشارع انتو ازلتوا الشارع. البطولة دي لسه ما نزلناك. اه. بس امريكية نزلتوا الشارع. اه. لما قدرت العمل اشجعهم. اه. بعد انا في الول خالص. اه. دي صور انتو دي مسلا دي في. اه. دي في الشارع. دي في مركز شابيل الجزيرة ده في المؤتمر الصحفي بتاع البطولة بتاعة النمسا الالعاب الشتوية. اه. النمسا طب. في صور الشارع جاية صح? اه. صور الشارع جاية دي ده في اه بنت عاديد ده برضو في مركز شابيل الجزيرة. اه. طيب انتو كنتو بتنزلوا الشارع يعني تشيروا يوفط يعني اتعرفوا الناس. في الاول خالص بدلا انا يعني كانش قدامنا حاجة انا في الشارع على البيتش بس. اه. اه. مسلا اه. يعني مسلا ابنت دي شايلة صورة اه. 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 صح? اه. ده في الجامعة اتاخد اول الشارع. في الشارع. اه. اه. بتنزلوا توقفوا. طب الناس بتيجي تسألكم. ما هو ده الغرض بقى ده بص حدق دي في الشارع برض. ده هو الغرض اللي الناس تيجي تسألنا. احنا الغرض من الموضوع حاكتين. الناس لما تيجي تسألنا في الشارع. فهنعرفهم الموضوع. وممكن كمان ياخدوا الصورة الاسم يتصوروا بيه. طب الغرض التاني على البيتش اللي احنا. الصورة دي بتنزل على البيتش. وبتنزل معها بيانات اللاعب. اللاعب مسلا محمد بيلعب لعبة كزا. فبيبدأ الناس تخش تشاير الحاجة دي من على البيتش عندنا. ويبدأ يقول مسلا انا بدعم اللاعب فلاني فلاني في الرياضة الفلانية. وتبدأ بقى الشير يشتغل على البيتش بحيس اللي الناس تدعمهم. طيب. ده مسلا مكتوب علي اللاعب علي عاطف مسلا. ده كان في اولمبياد. دي الصورة دي كانت في العرف ومشجحهم في الألعاب الشتوية بتاعت النمسا. كان في حوالي تلاتين لاعب تقريبا مسافر العب الشتوية في النمسا. فاحنا بدأنا جيبنا اسامي اللاعبة. وبدأنا ننزل بها الشارع نتصور. فبتبدأ صورة زي كده زي اللي معروض دي. تنزل على البيتش مسلا. فصاحبة الصورة بتبدأ. هي تخش في بيانات مكتوبة مع الصورة. تبدأ تشارع عندها. عالسوشال ميديا عندها. وتبدأ تقول انا بدعم اللاعب فلاني فلاني في الرياضة الفلانية. وتعرف الناس. ويبدأ الناس تشير. دي مسلا برضو في الالعاب الشتوية بس هنا كان الولمبياد الخاص طبع لنا الصور اللاعبة في بوستر. لان احنا كن عشان مجهود ذاتي فكنا بنضبع اسامي اللاعبة بس. فهم راحوا طبعونا البوسترات فيها الصور اللاعبة. مم. وكانت الصور دي احنا برضو اللي مصورنا يعني هم سمحونا اللي احنا نروح المعسكر ناخد الصور اللي احنا محتاجينها للعبة ونصورها وننزل تاني نشتغل بها. مم. احنا شايفين كمان اللاعب محمد علي. اه محمد عوض علي مسعود. طب انا عايز سألك يا حسام اه ناس في الشارع بتقول لكم ايه بقى? يعني ايه رد الفعل? وبيسألوكو في ايه? احنا في الاول. وهنا انتم بتنزل بشكل منظم مسلا مخطط كل واحد بيتوزع على ملات المعينة. ولا? وانا اسمعت كمان انتم مجهزين فعاليات خاصة. بالنسبة كمان للقلمبيات الخاصة بوزبي. فانا عايز اعرف حتة الشارع دي ايه اللي بيحسن. عايز اعرف الناس بتفكر ازاي? احنا في الاول خالص لما كنا بننزل طبعا يعني في الاول الخاص الخابرة بتاعتنا مكتش ازاي الاول او التنظيم. الموضوع الاول ممكن يكون بشكل عشوائي اكتر ما هو دلوقتي. فكنا مسلا ما في مكان نتصور نلاقي حد من الشارع مسلا بتعمله ايه? اه حكيت ازاي? اللي هو موضوع امن يعني اكتر. اه ما حدش عارف ايه احنا نصور ده بايه. اه ما حدش عارف من مسلا اه انت ده ممكن يكون ارهابي مسلا. اه فببدا ان احنا مسلا احنا بنصور اي حد ما عدي مسلا اما يعني ناس بتبص بتشوف ايه ده. فاحنا بنبدأ نقول له ان احنا نبضر كزا كزا. ونخليه هو في ساعات هو معدي بياخد اسم لائب ويتصور به. وناس بالشارع بتمسك اسمها اللعبة وتصور ده. بالضبط يعني بنعرفه اللي هو في صورة. ويقوموا مفسوطين يعني بالفكرة وبتاني. اه اكيد طبعا. ممكن يستغربوكوا شوية في الاول بس. اه. سعى. تبقى متشككين كده اللي الناس بتعمل كده. انا عارف ما حدش بيعمل خر. عشان العدد يعني احنا ببقى برضو احنا بننزل عدد فالموضوع بيبقى ممكن مقلق للناس. احنا يعني في توقتات برضو انت ممكن تتوقع لاي حاجة تحصل في الشارع. فمجرد ما تلاقي كاميرا محطوطة وشباب واقفين وفي ورق ممسوك. قولك ده في مشكلة او في حاجة. في ناس بتبقى متفاهمة وبتيجي تتصور معانا وفي ناس ده طبعا يعني الموضوع بيبقى مقلق وكنا بيبقى خايفين جبا يعني. طيب انا حنروح اشوف فيديو كمان. تمان. ونعلق عليه. نشوف بحضارك. البطولة دي بتاعتني. اللعبة دي لعبتنا. المكسب هنجيبه. احنا يا مايام احقق. مدليا يا مايام احقق. بس اللي جايها حبة حماس. شوية تشبيه. والحلم يتحقق. محطرينكم على الأبطال. تسعة وستين لعب و لعبة. 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 اربعة عشر رياضة. هيشرفوا على المصر. في الالمبيئة الخاصة. في ابو زابي. سنين دعمو. ده فيديو جديد بعشان ابو زابي. اه لا ده لسه متصور يوم الجمعة اللي فاتت. اه ده بخصوص الحاملة الجديدة بتاعت ابو زابي. اه. تمام? و بس احنا كنا حابين ده التطورات بقى ده التطور بتاع الحاملة. احنا كل سنة بنحاول نشوف احنا اه بنكتسب خبرة من الموضوع و بنحاول نطور. قبل كده كنا بننزل بورق بس نتصار في الشارع. السنة اللي بعدها الالمبياد لما لقى في تفاعل بدأ هما يتبعونا صورة اللعيبة. بدأنا نروح نزورهم و هما راجعين مسلا من المطار من روح نشجعهم و نستقبلهم. هي جدا. بننظم لهم المؤتمر الصحفي يعني بيبقى عندهم. بيفرق معهم نفسيا طبعا. جدا طبعا. هما بيبقوا انتظرين لنا. يعني هما بيبقوا انتظرين لنا. احنا في الاول خالص كنا فاكرين الموضوع صعب. اه. يعني هقولنا هننزل الصور على البيج. بعد كده ندور على اهليهم او نبعث الصور للأوليمبياد الخاص وهو يوصل على الاهليهم. اه. فلاقينا اللي واحنا لسه الصور ما كملتش. يعني الصور احنا بيبقى هو بيبقى كان بن كبير فبقى على فترة الصور بتنزل. عشان ما تنزمش مرة واحدة. عشان كل اللاعب ياخد ايه حقه في الشير او في الشهرة اللي احنا محتاجين نوصلها له. اه. فلاقينا الاهالي بتوع الولاد بيتواصلوا معنا على البيج انا صور تبني لسه ما شفتهاش او اسمه لسه ما. خلا دي حاجة حاجة. ما نزلتوش. اه فاحنا استغربنا. يعني الاهالي خلينا قولي الافكار شوية طقق. لو ينفع استخدم الارض ده في في الاستعداد الولمبييات الخاصة فبوزابيبتها. فعلا هتزوله على هاوي ومع السوائين والكلام. يعني قولي انت كده انت وضح ان انت الميديا كامبينر. احنا عايزين نوضح ان احنا مثلا ان احنا بدأنا قبل كده اعرفوا مشجعهم. اه. فعايزين نبقى للناس ان احنا خلاص احنا بدأنا حملة اعرفوا مشجعهم سنة والسنة اللي بعدها. فالسنة دي الناس خلاص عرفتهم. اه. فالناس بقى بتبدأ تشجعهم. عرفتهم بالزبط. عشان تبقى مرضو. اه زي ما شغالين يعني. اه. بس فهنبدأ نصور مثلا على هاوي يعني هي تزاعة عادي على التلفزيون. اه. المشكلة الاول مثلا تبقى شغالة التلفزيون مثلا شغال حاجة مش مهمة او محدش بتفرد. اه. المشكلة لما تشتغل حاجة والناس هي عادة تبص عليها. اه. او في كافهات. بالزبط. اه. او في الجامعة. او في كل الاماكن العادية اللي فيها تجمع اللي هي بفاسبوت على الناس اكتر. تبقى سكريم وانتر استعرض الاسامي كل قدامين. طب ودينا كمان يعني عايزك تقولينا بقى شوية معلومات عن عن الفريق المصري اللي مشارك في الامبلايات الخاص. الفتاكم واحد مثلا مش ألعب ايريا دية. اكيد انتم عندكم فكرة. عرفوا الناس بقى كده. احنا هو في بالزبط تسعة وستين لعب مشارك في اربعتاشر رياضة. اه. تفاصيل اكتر من كده احنا مش بيبقى عندنا تفاصيل الالعاب كلها. اه. لكن هو اربعتاشر رياضة. اه. تسعة وستين لعب احنا عندنا الاسامي بتاعت اللعبة او الرياضات اللي بيمرسوها. اه. والواحد اه. مع الوقت هينزل على البيتج بتاعتنا. البيتج اسمها ايه بعشان ناس. البيتج اسمها. اللي عايز يخش شير عشان هم ندعو عن ناس ان هي تخش تشير اكتر قدر ممكن هتساهمه في شهر البطل من ابطالنا الرياضيين. ممكن ما يكونش حظه حلو من اللي خيان نقول من التغطية الاعلامية زي غيره من الابطال اه الرياضيين. وفي النهاية هو بيحصل على مدالية زي وزي ايه بطل الرياضي. اكي طبعا. عادي من الاسوية ايه. وطبعا ده حقه ان هو يبقى ليجو مهود وليه حد يشجعه. احنا بس اضافة على الكلام تا حسين في الافكار الجديدة بتاعتنا اللي احنا بنتفق مع اهوة كبيرة ان هو ابو زابي الرياضية هتزيع الافتاح بتاع البطولة وهتزيع الموتوشا. مم. فاحنا هنتوصل مع الولمبياد الخاص عشان نعرف مواعيد الموتوشا بتاعة الابطال المصريين عشان خاطر نتفق مع الاهوة اللي هي تبدأ في التوقيت ده. تزيع الماتشاط او تزيع الاحداث المهمة او على الاقل الافتاح. احنا ممكن نبقى ننزل نصور معاكم كمان. اكيد طبعا دي حالة هتبقى مهمة جدا. وقت البداية الولمبياد في مارس. ممكن نبقى ننزل نشوف شغلوكو على الشارع. ونحاول كمان احنا نتاعهد كمان بمحاولة التعريف بكل ابطالنا من الولمبياد الخاصة. نشارك معاكم. طبعا دفتة مهمة. اتمنى يعني انتشارك. واعد على الشاشة. طب وحسان بتتواصله مع المسؤولين طيب ما هو السموكي بقاليهم برضو دور كبير. في عملية المساعدة والتنظيم والدعم بشكل وابه واخر. اتنا بيسبحولكو قبل كده تخشهم وعسكرات. صاحب تنساقو معهم في ايه دلوقتي او ايه اللي بنتطلبوه منهم. انا عايزكو تدبسهم على الهوة. لا احنا بكل ما تطلبينه مسلا ان احنا عايزين تفاصيل بيانات اكتر. عشان نبدأ يعني نعرف كل واحد يعني تعرف عنه بياناته اكتر. اللعب كزا بيلعب اللعب كزا. مسلا هو بيجينا بياننا ان اللعب ده البيانات هو بيلعب اللعب كزا واسمه كزا من مركز شباب كزا مسلا لو هو بيضعه في حتة ثانية. اه محتاجين هو ده اللي بيحتاجينه البيانات وان احنا مسلا نبقى محتاجين صورة احنا نستخدمها في الحاملة بتاعتنا. عشان زي ما اطر حولا كنا نبدأ ما بدأنا فقوله خالص من جرد اسمائي بس على الورقة. اه بعد كده تصور لنا صورة. والله يا ريس كمان. تبقى عمله بقى لايف اه من هناك مع الابطال. وحن ندعو نجلة الوليبيات الخاص في مصر ان يتفكر في حاجة ازاي كي يبقى فيه. حتى التغطية على السوشل ميديا دلوقتي اي حد يعمل لايف في وقت الماتشات تسجيلوا معاهم. هتبقى حاجة ودعم نفس كبير. حاجات امع مبتا قوي جدا. كبير جدا للعائلات كمان وللابطال الرياضيين. وللجتمع عشان يغير فكره بشكله باخر. يعني خلينا اعترفونا في اخر الفقرة انه يمكن كان عندي تقصير بشكل او باخر في معرفة ابطالنا المصريين من الوليبيات الخاص. لكنه وعد بالتعاون معاكم. هتكون فيه طبعا محاولة لابراز دورهم وبجهودهم وبطولاتهم وتشجحهم قبل ما يوصلوا كمان ان شاء الله للبوزابي المشاركة في الوليبيات الخاصة الشهر الجاية. على سعب بيكو واعتقد ان ممكن تكون انتم مثال مختلف في وقت الرياضة فيه بتمر خلينا نقول بظروف قد لا تعجب كافرين. فده نموذج الرياضة الحقيقية خلينا نقول. بشكركم شكرا جدا. دلوقتي ايديا دلوقتي اي حد يعمل لها في وقت الماتشاط تسجلوا معاهم. هتبقى حاجة ودعم نفس كبير كبير جدا للعائلات كمان وللابطال الرياضيين وللوقتم عشان يغير فكره بشكله باخر. يعني خلينا اعترفونا في اخر الفقرة انه يمكن كان عندي تقصير بشكله. دلوقتي اي حد يعمل لها في وقت الماتشاط تسجلوا معاهم. هتبقى حاجة ودعم نفس كبير كبير جدا للعائلات وللأبطال الإدرياضيين والمجتمع عشان يغير فكره بشكله بآخر يعني خلينا اعترفوا في آخر الفقر أنه يمكن كان عندي تقصير بشكله أو بآخر في معرفة أبطالنا المصريين من الأولمبيات الخاص لكنه وعد بالتعاون معاكم هنكون فيه طبعا محاولة لإبراز دورهم وبجهودهم وبطولاتهم وتشجحهم قبل ما يوصلوا كمان إن شاء الله لأبوزابي المشاركة في الأولمبيات الخاص الشهر الجاي أنا سعيد بيكم وأعتقد أنه ممكن تكونونتوا مثال مختلف في وقت الرياضة فيه بتمر خلينا نقول بظروف قد لا تعجب كافرين فده نموذك الرياضة الحقيقية خلينا نقول بشكركم شكرا جزيلا عن وارتونا طلعت إبراهيم وحسام تين حصام أيضا مؤسسي مبادرة أعرفهم وشجحهم لدعم أبطالنا من الأولمبيات الخاص قبل ما يروح إن شاء الله لأبوزابي الشهر القادم وبدأ دعوكم كله للاهتمام اسم الفيسبوك بيج إيه؟ ساب كميونيتي ساب كميونيتي لايه ستابس أجين سباريز اخترها S A B لو كتب الهاشتاج هاشتاج عرفهم وشجحهم هاشتاج على الأرض عرفهم وشجحهم على تويتر وعلى فيسبوك على تويتر وفيسبوك على الإستجرام إحنا الحمد لله يعني فيه تشانل على اليوتيوب كمان فأي حد يكتب الهاشتاج عرفهم وشجحهم أو ساب كميونيتي هيلاقي البيديا دعم به بشكل أو بآخر كل أبطالنا من الأولمبياد الخاص وده حقهم علينا ومش فضل من أبشكركم مرة تانية هنروح مع علاجكم لفاصل بعد الفاصل مبادرة أخرى في غاية الأهمية لدعم الشباب بعد الفاصل وإزاي تعرف إن حياتك تستاهي إنك تعيش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر